اشتركوا في القناة الاوروبية بالخصوص وحتى العربية الى الدوران مع ارقام جديدة ونتائج جديدة وافاق اخرى جديدة قبل بضعة اسابيع على نهاية الموسم وعاد الصراع ايضا في انجلترا الصراع ثلاثي بين ليفر بول رايد الترتيب نارسنار صاحب المركز الثاني ومنشستر سيتي صاحب المركز الثالث نهاية بداية الاسبوع الماضي كان الموايد معه واحدة من قمام الموسم بين ليفر بول منشستر سيتي وارسنار التي انتهت بالتعادل سفر مقابل سفر تعادل خدم فريق ليفر بول الذي فاز في نفس الجولة على بلايتون تحصل على ثلاث نقاط وفاز بنقطتين اضافيتين اذا حسبنا خسارة ارسنار والمانسيتي لنقطتين عندما تعادل بعدها كانت جولة اخرى نهاية الاسبوع فاز بها فيها الثلاثي ليفر بول فاز بالثلاثة على فريق شيفيلد يو نايتد سيتي ضرب بقوة امام ستون فيلا بالاربعة وارسنار فاز على لوتان طاون بهدفين مقابل السفر ووضع بقية كما هو عليه السيارات قبل ثمن جولات على نهاية الموسم يبقى متواصل ومستمر الى غاية نهاية الموسم الشيء المسجل في الجولة ما قبل الاخيرة في انجلترا هو انه سيتي يفشل لأول مرة منذ زمان في التشجيل على ملعبه منذ مارس 2021 يعني منذ سنتين سيتي كان يسجل على ميدانه سواء فاز او خسر او تعادل هذه المرة لم يفوز لكن لم يسجل لكن يبقى من دون خسار على مدى 40 مباراة لحد الان في الدوري الانجليزي الممتاز طبعا صعب جدا التكاهن بمن سيفوز بلقب الدوري الانجليزي ولكن الاكيد ان المنافسة ستبقى الى غاية اخر جولة بالنظر للمباريات المتبقية الكثير من عشاك الكرة في اوروبا وفي العالم وفي وطننا العرب يأملون بان يختتم يورغان كلاب مشواره بعد عشر سنوات بلقب ثاني بلقب اخر بلقب اخير مع فريق ليفر بول ينهي به مشواره الطويل والثري والجميل البعض ايضا يتمنى انه ارسنال الذي لم يفوز منذ 20 سنة يتوج بلقبية دوري الناس ممكن ملت من تتويجات فريق منتشستر سيتي اللي يبقى سيد الموقف خاصة بعد فوزه العام الماضي بالثلاثية لقب الدوري الانجليزي الكاس وكذلك لقب دوري ابطال اوروبا الحديث في انجلترا مختلف عنه في المانيا تراجع رهيب للبايان واستمرار تألق فريق بايان ليفر كوزن الفريق الوحيد في اوروبا الذي لم يخسر هذا الموسم في جميع المسابقات دوري وكأس المانيا والدوري الاوروبي هذه المرة عمق الفارق 13 نقطة على البايان قبل سبع جولات من نهاية الموسم بعد خسارة البايان على ميدانه امام بولوسيا دورتموند بهدفين مقابل السفر ولكن الغريب والجميل في بايان ليفر كوزن بقيادة شابي ارونسو انه كان خسر امام هوفنهايم عند الدقيقة الثامنة والثمانين قلب خسارته الى فوز بهدفين مقابل هدف واحد وبقي سيدا في ريادة الترتيب واستمر ايضا في مسابقة الكاس حيث تمكن من التأهل الى المباراة النهائية امام نادي هوفنهايم ليواجه نادي كايزر سلوتن في المباراة النهائية يعني سيتوج باللقب ممكن يتوج بكاس ألمانيا في مواجهة كايزر سلوتن من الدرجة الثانية ومازال في السباق في مسابقة الدوري الأوروبي حديث عن البايان ليفر كوزن هو حديث كبير وطويل بالأرقام حديث عن مدربه كان منذ منتصف الموسم وأعتقد بأنه سيقل في الأيام القليلة الماضية بعد قراره بالاستمرار مع بايان ليفر كوزن تعرفوا بأنه كان فيه كلام عنه لتعويض كلوب في نيفر بول كان فيه كلام عنه أيضا في تعويض لملاكا لوانشلوتي في ريال مادريد وأيضا عن تعويض مدرب بايان ليفر ميونيخ في نهاية هذا الموسم ولكن في نهاية المطاف قرر أنه يستمر مع فريقه بايان ليفر كوزن الموسم المقبل بعد أن أدى ويؤدي موسم استثنائي كبير جدا مع فريق بايان ليفر كوزن جعل أسهم المدرب تابي ألونسو اللاعب السابق للبايان العق دولي الإسباني ترتفع وترتقي بشكل رهيب جدا صار مطلوب في كبريات الأندية في أوروبا الحديث في إنجلترا والحديث في إنجلترا على السيتي وليفر بول وارسنال الحديث في ألمانيا على بايان لفر كوزن هو تراجع بايان مينيخ الحديث في فرنسا هو عن بي أجي وعن مبابي مبابي الذي يستمر الحديث حتى بعد إعلانه في بداية فبراير الرحيل في نهاية الموسم وعدم تجديد عقده مع فريق قريسان جرمان بلغ المباراة النهائية للمرة العشرين في مشواره بعد فوزه في مبارته أمام فريق ليون بهدف مقابل السفر بفضل كيليان مبابي تقريبا يقترب من التتويج بلغ قبل الدوري الفرنسي لهذا الموسم في المباراة النهائية سيواجه فريق ليون في المباراة النهائية لأنه نفاز في الدور النصف على الران قلت سيواجه ليون في مباراة كبيرة بين العملاقين كل هذا يحدث على وقع جدل مازال متواصل جدأ كان متواصل واستمر وخرج بطريقة أخرى بعد مواجهة أمام ران في الجولة الماضية بعد مواجهة أمام مارسيليا عفوا في الكلاسيكو عندما كان باريسان جرمان متفوق بهدفين مقابل سفر أخرج المدرب الويسان ذيكي كيليان مبابي في الدقيقة الستستين وسائل الإعلام قال بأن مبابي تفوه بكلام بذيء ومشين تجاه مدرب مدرب اليوم الموالي قال بأنني لم أسمع ولو أعرى شيئا مبابي لما يتكلم مقربون من مبابي قالوا بأنه قلة احترام تجاه مبابي أنه يخرجوا في الدقيقة الستستين في آخر كلاسيكو يلعب أمام مارسيليا كان يود ويتمنى أن يسجل لكن في نهاية المطاف لم يكن في المستوى خرج مبابي فاز باريسان جرمان عاد مبابي في مباراة الكاس شارك أساسي لعب تسعين دقيقة سجل هدف الفوز الذي سمح لي البيس جي ببولغ النهائي للأسبوع المقبل سيكون الموعد مع مواجهة برشلونة في البرك دي برانسيوم الأربياء المقبل في ربع نهائي دور أبطال أوروبا يبدو أنه مسلسل مبابي لم يتوقف هناك أيضا كلام عن هجوم معاكس بين باريسان جرمان الذي يريد بالمقابل استقدام فينيسيوس جينيور هناك من يقول عن عرض بقيمة مئتين مليون يورو للريال من أجل استقدام فينيسيوس جينيور هو كلام في وسائل الإعلام ليس هناك شيء رسمي ليس هناك شيء رسمي حتى فيما يتعلق بين بابي ووجهة مبابي فقط سرب وقال بأنه سيغادر إلى أين الوجه لم يتأكد بعد الناس تنتظر في هجوم معاكس من باريسان جرمان سواء باستقدام فينيسيوس جينيور أو بتقديم عرض جديد لمبابي أعتقد بأنه كل شيء متوقف على مشوار البي أجي في دور أبطال أوروبا لهذا الموسم إذا فاز به سيكون كلام آخر بالنسبة لحكاية مبابي مع باريسان جرمان وكذلك ريال مدريد عربيا الدور السعودي يبقى يستقطب دور روشن يستقطب الاهتمام ويستقطب الانتباه في السعودية وفي الوطن العربي بالنظر لنجوم الموجودين هناك هناك الأسبوع الماضي كان فيه الموعد مع درب جدة بين الأهل والاتحاد الذي عاد فيه الفوز لأهل رياض محرز وعاد رياض محرز إلى الواجهة بفضل الوجه الطيب الذي صار يظهر به خاصة في المبارتين الأخرتين مقابل تراجع مردود بنزمة كان فيه انتقادات كثيرة جدا في الاتحاد لكريم بنزمة ومردوده حيث يبقى بتسعة أهداف هو بريد محرز بنفس الرصيد ولكن في الجهة المقابلة يبقى كريستيانو رونالدو هو سيد الدوري سيد الدوري لا هو الهلال كفريق ولكن كلاعب كريستيانو رونالدو لم يفقد لا توازنه ولا قدراته ولا إمكانياته ولا مستواه ولا حس التهديف حيث لا يزال هو هدف الدوري بتسعة وعشرين هدف سجل من بينهم ثلاثة في المباراة الأخيرة لنادي النصر أمام أبه الذي فاز فيه نادي النصر بثمانية مقابل سفر إذن عاد رياد محرز إلى الواجهة رونالدو ما زال سيد الموقف تراجع مردود كريم بنزمة وعادة شعبية رياد محرز مع نادي الأهلي بعد الانتقادات التي وجهت له السؤال المطروح هل سيعود للمنتخب في شهر يونيو المقبل بعيدا عن كل الكلام الذي يثار والذي يقال هنا وهناك لكن لا يبدو أنه أي شيء اتضح ويبدو أنه الأمر عادي في المنتخب الجزائري ريادة الاعتدار في المبارتين الوديتين الماضيتين أعتقد بأنه عودته إلى مستوى ستحفزه على العودة وستقتضي من المدرب أن يفكر في رياد محرز والاستعانة به في الخرجتين القادمتين في تصفية كأس العالم الخاصة بمنطقة أفريقيا والتي ستكون مهمة للمنتخب الجزائري في مواجهة غينيا ومواجهة أوغاندا في كامبالا الأسبوع المقبل سيكون الموعد مع مباريات ربع نيائي دور أبطال أوروبا وربع نيائي الدور الأوروبي في دور أبطال أوروبا مع المبارتين النهائيتين قبل الأوان الريال أمام السيتي ثم باريس الجرمى أمام بارشارونا حتى في الدور الأوروبية فيه لقاء قمة إيطال وإيطال بين الميلان وروما سيكون السنسير مصرحا له سنعود ونتحدث عن كل هذه الأحداث والمستجدات في المعيدنا المقبل بعين حفظ السلام عليكم